سلام عليكم تلاميذ الصف الثاني اليوم إن شاء الله راح نكمل المنهج راح يكون هنا منزلي أصغي وقول أين دينا؟ يعني أين دينا؟ دينينج روم دينينج روم هي غرفة الطعام أين دينا؟ هين دينينج روم هي في غرفة الطعام أين هادي؟ إن دي بيت روم هيانو لحقوا علينا إن دي بيت روم هو في غرفة النوم ويرس كريم إن دي باثروم باثروم الحمام هياني فنيجي هوني على أقسام البيت غاح ندرسها باثروم حمام باثروم حمام كيشن مطبخ كيشن مطبخ غاردن حديقة غاردن حديقة بيت روم غرفة النوم بيت روم غرفة النوم دينينج روم هي غرفة الطعام دينينج روم بيت روم أيضا هاي هم غرفة النوم بيت روم صالة الجلوس بيت روم صالة الجلوس هوني قال ask and answer where is the ball أين الكرة ندوع الكرة هوني ويا صبي هي يعني باش أقول it is under the table هي تحت المينضدة where is the grabs وين العنب وينو they are on the table على المينضدة وعطاني kite وكيك وشيرز وغريبس أخذناها فقال يعني أنت مسأله فوين الكايت هون ندوع عليها يعني فأبدي أسأل أقول where is the kite where is the kite أش أقول it is on the chair it is on the chair يعني هي فوق الكرسي زين هسا ننتقل إلى activity book نفس الحالة هوني unit 3 listen to on page 36 this is the activity book أعطاني للpreposition حروف الجار هي in معناته في in معناته في on على on على under تحت under تحت وعطاني هذه الرسومات وعطاني جمل عليها وقال كملوا أنتم الجمل complete the sentences نكمل الجمل أشان نكمله ندحق number one this is number one the fish is وين السمكي عيسأل على موقع السمكي وقال نستخدم هذول لpreposition the fish is واسابي on the glass على الكأس فنخلي هوني on فاشا قل the fish is on the glass زي number two where is the fish the fish is عفوا هذا number two the fish is in the glass the fish is in the class فنخلي هوني in number three where is the fish where is the fish the fish is under the glass تحت الكأس هوني هم نفس الحالة هاي الصور نفس ال under و هوني هم قال ارسموا تقرؤواها وتنتبهون عليها و هوني ينتهي درسنا لهذا اليوم تقرأوا نفس Bridge تقرأوا اشتركوا